موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة أخبار الفلوجة نبدأها بأبرز العنوة حصيلة كورونا ترتفع إلى أكثر من خمسمائة وأربعين إصابة في العراق والفيروس يلاحق عراقي الخارج ويودي بحياة اثنين ويصيب أكثر من خمسين موسيقى كسر حظر التجوال أخطر من الوباء جهات أمنية وصحية تدعو لالتزام المنازل وتحذيرات من تحول بغداد إلى ووهانة جديدة بعد القائم والغيارة تحلف الدولي ينسحب من قاعدة كيوان في كاركوك ويؤكد لا علاقة للهجمات الصاروخية أو وباء كورونا بقرار الانسحاب موسيقى جهد شعبي يوفر الأمن الغذائي العراقيون يرسمون أبهى صور التلاحم في زمن كورونا يوصلون المواد الغذائية للمتعففين في مختلف المحافظة موسيقى موسيقى الروس في العراق بلغ خمسمائة وسبعة وأربعين شخصا فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة وذكر بيان الموقف الوبائي للوزارة لهذا اليوم أن الإصابات توزعت على محافظات العراق بواقع ثمان إصابات في جانب الروسافة ببغداد وأحدى عشرة إصابة في كربلا وثمان أخرى في البصرة وخمس حالات في النجف بينما سجلت صحة إقليم كردستان تسعة حالات جديدة ثمان منها في أربيل ووحيدة فقط في السليمانية فيما سجلت المؤسسات الصحية في عموم العراق إثنتا عشرة حالة شفاء تام من المرض الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق منذ يوم أمس ولغاية اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر آذار لعام 2020 سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة واحدا وأربعين إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي بغداد الرصافة سبع حالات بغداد مدينة الطب حالة واحدة في البصرة ثمان حالات جديدة في النجف خمس حالات جديدة في السليمانية حالة واحدة في كربلا أحدى عشر حالة جديدة وفي أربيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تم تسجيل اثنين عشر حالة شفاء تام موزعة كالتالي حالة واحدة في بغداد الرصافة سبع حالات شفاء في السليمانية وثلاث حالات أخرى في دهوك وحالة شفاء واحدة في الديوانية لم تسجل أي حالة وفاة منذ يوم أمس ولغاية الآن والحمد لله وبذلك يكون المجموع الكل للإصابات 547 حالة وحالات الشفاء التام 143 حالة الشفاء التام ومجموع الوفيات 42 حالة وفاة من جهته دعا مدير صحة الكرخ جاسب الاحجام المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي بشكل صحيح من خلال تطبيق حظر التجوال والابتعاد عن التجمع الحمد لله الوضع لا زال في جهة الكرخ تحت السيطرة الحالات التي تسجل قليلة يوم أمس لم تسجل عندنا أي حالة لكن للأسف الشديد أن الالتزام بالحظر التجول ليس كما ينبغي أنا بنفسي شاهدت كثير من المناطق يوم أمس خاصة المناطق الشعبية ربما فهمهم لمسألة حظر التجول خطأ حظر التجول لا يعني أنك لا تنتقل إلى منطقة أخرى أو لا تتنقل بالسيارة حظر التجول معناه أن تلتزم دارك ولا تخرج خارج الدار عدم التزاور ما بين الجيران ما بين الأقارب عدم خروج الأطفال للعب الشباب فيما بينهم أيضا شاهدت بعض الشباب ثلاثة وأربعة سوية هذا خطأ الحالات المسجلة عدنا في 27 حالة في جهة الكار ختم شفاءة 13 حالة وغادروا للمستشفى وفات واحدة فقط والحالات المتبقية يتلقون العلاج تحت إشراف أطباء كفاء ووضعهم مسيطر عليها والحمد لله إذن مع ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في عموم المحافظات تتواصل الدعوات من الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال تفاديا لوقوع كارثة صحية مخاوف العراقيين تتزايد من توسع تفشية فيروس كورونا في البلاد خاصة في العاصمة بغداد لا سيما أن قوات الأمن تواجه صعوبات في تطبيق حظر التجوال نتيجة عدم التزام الكثيرين رغم العقوبات والغرامات التي تطبقها الحكومة على المخالفين يتوجب على كل المواطنين أن يلتزموا بهذا الحظر لأنه لا يضر نفسه فقط وإنما يضر المواطنين الآخرين كالعائلة وكالجيران وكالزملاء وبالتالي هذا سينتشر وإذا انتشر ليس لدينا الخدمات وليس لدينا الأجهزة الكافية والشافية حتى يتم استيطرة عليه مثل ما في دول عالم ورغم أن فيروس كورونا حصد أرواح آلاف الأشخاص حول العالم وأصاب آلافا آخرين فإن العراقيين لا يزالون غير مبالين بالفيروس الذي تستنفر الدول لمواجهته والتقليل من فتكه لا سيما أن استمرار تفشيه من شأنه أن يهدد الأمن الغذائي العراقية نتيجة اعتماد البلاد على الاستيراد بشكل شبه كلية بدأ حضر التجوال في العاصمة الحيوة ببغداد لاقينا في البدء بعض الصعوبات بسبب عدم التزام ساق المركبة والأخوة المواطنين بقرار حضر التجوال بالتالي كان لابد من التكاتف الأياد بين قوات الأمنية وكذلك مدرية المرور العامة وبالتالي خليت الأزمة أيضا وجهت كتب رسمية مهمة لهذا الموضوع شددنا العقوبات على هذا الموضوع أيضا هناك فقرة قانونية في قانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بقالون المرور الجديد فقرة 25 ثانية وللت نص على فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار على الأخوة المخالفين أصحاب المركبات اللي يخرجون بدون عذر رسمي ويتخوف كثير من المراقبين من تفشي الفيروس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والتجمعات ومحدودية لإمكانيات الطبية فالعراق يواجه خطرا متصاعدا وسط مخوف من مغبة انتشار الفيروس حيث سجل حتى الآن 547 إصابة و42 حالة وفاة في رأس الدليم قناة الفلوجة بغداد ومعنا عبر سكايب من بغداد أخصائي طب الأسرة الدكتور أحمد الرديني لاستضاح المزيد من التفاصيل حول جائحة كورونا دكتور أحمد ورحب بك ضيفا في نشرة أخبار الفلوجة كيف تقيم لنا الوضع الصحي بصورة عامة مع توالي زيادة أعداد الإصابات وزيادة ربما أعداد الوفيات على الرغم طبعا أن اليوم لم تسجل حالة وفاة هذا ما نقلته بأن خلية الأزمة في العراق نعم مساء الخير أخ العزيز بساك الله يعني موضوع صراحة الموضوع الوباء هو انتشر عالميا وهو الآن في زيادة مستمرة خاصة في بعض الدول للاحظة أنه في العراق هناك الكثير من الأمور من ضمن هذه الأمور هناك كان عدم منع تجوال قبل حوالي أسبوعين كان هناك رجوع لكثير من المسافرين من خارج العراق والتحديد من دول كان فيها وضاء منتشر هناك أيضا كان هناك فترة الزيارة كل هذا يعني كانت عوامل خطورة إلا أنه لم يشهد حالة ارتفاع كبير في عدد الحالات وبالتالي يعني قد نكون عبرنا مرحلة القطر وقرائتي أنه لأيام المقلة ممكن أنه نكون عدد الحالات جدا قليل إلى آخره من هذه الدعايا هل عدم الالتزام ربما يؤدي إلى المرض أن يأخذ نمطا تصاعديا برأيه يعني موضوع الحضر هو قد يكون يعني أنت نتيجة لكنه ما وصلنا إلى مستوى الحضر الحضر هو أنه تقلل المسافة بين شخص وشخص الحضر أنه تقلل الحركة بين شخص وشخص وهذا الذي لم نصل إليه هناك كثير اليوم من المحلات تجد هناك ازدحان بها تجد هناك عدم وجود مسافة أمان لحد من خطورة الفيروس وبالتالي قد يكون أسهم الحضر في تقليل من الحالات لأنه لم نصل إلى هدف المطلوب وأنه نقلل المخالطة بين الناس هناك ما زالت مناطق كثافة سكانية عالية أسواق مفتوحة حركة مستمرة بين الأفراد تنقل من جيران إلى جيران وهذا موجود ما على الأسف أقول لم نستطع إلى وصول إلى الهدف الأساسي للحضر وهو قلة الاحتكاك بين الناس إذن لماذا يعني يمكن استشراف بأن العراق تعدى مرحلة الخطر الخطر عفوا إذا كانت الحركة مستمرة التجوال يعني ليس هناك التزام به من قبل المواطنين هناك أسواق شعبية عامة وليس عبارة عن محلات صغيرة فيها يعني اختلاط كبير ما بين المواطنين هل تعتقد بأن الرقم مع عدم الالتزام قابل للزيادة وتصاعد مرة أخرى أقصد أرقام الإصابة طبعا أنا ذكرت أن الموضوع هناك الكثير من عوامل الخطورة الحضر لم يصل إلى الهدف الأساسي هناك كانت زيارة وتجمع بشري قبل حوالي أقل من أسبوعين هناك أيضا حدود كانت مفتوحة وهناك أيضا عدم تقييد من قبل الناس وإدراك خطورة الفيروس وبالتالي أنه قد تكون الأرقام هي ليست بالأرقام التي يعني مذكورة قد تكون هناك حالات غير مشخصة لكن باعتقادي أنه لم نصل إلى مستوى الخطر هناك الكثير من الأمور قد يكون مناعة قد تكون الأجواء قد تكون سرعة انتشار الفيروس قد تكون نوع الفيروس أو الطفرات التي تتعرف أنه هناك الكثير من الطفرات الجينية التي تحصل على الفيروس ممكن يكون النوع الذي موجود في البلد قد يكون انتشار بطيء أو قد يكون أقل خطرا وإن كانت لدينا حالة وفيات إلى أنه أغلبها الكبار بالعمر أو لربما ممراجعين أو لربما أيضا لديهم حالات مرضية أخرى وبالتالي حصلت الوفاة وهم ضمن الناس اللي لديهم خطورة في حالات حصول أي أمراض ليست فقط وباء الكورونا شكرا جزيلا دكتور أحمد الرديني الإخصائي في طب الأسرة كنت معنا عبر سكايب من بغداد ونبقى في ملف فيروس كورونا حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود أكثر من خمسمائة إصابة بالفيروس غير مسجلة في العراق مبينة أنها إصابات غير مكتشفة ولم يعرف أصحابها وأوضحت المنظمة أن الحالات المفترضة تشكل خطرا لسيما أنها تقترب من ستمائة حالة بحسب التقديرات مبينة أن هذه الحالات غير مسجلة لأسباب اجتماعية يتم البحث عنها في القرى والمناطق وهي غير مكتشفة وأن معظم الإصابات في العراق من النوع المتوسط والخفيف وغالبية الوفيات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة إضافة إلى إصابتهم بفيروس كورونا إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية ارتفاع عدد إلى خمس وخمسين شخصا موزعين على عشر دول وذكرت الخارجية في بيان لها أن أغلب الحالات ظهرت في الأردن بواقع اثنتين عشرة حالة ثم في بلجيكا بواقع احدى عشرة حالة تليها إيطاليا وكندا بست حالات في كل منهما وخمس حالات في الولايات المتحدة ومثلها في بريطانيا وحالتين في كل من هولندا ولبنان وأخيرا حالة واحدة في إيران فيما سجلت الوزارة حالتي وفاة في بريطانيا وواحدة في النرويج الأخبار مستمرة نيابيا يعتزم مجلس النواب عقد جلسته للتصويت على الحكومة الجديدة في الأسبوعين المقبلين وأوضح نواب أنه لا توجد مشاكل في عقد جلسة التصويت إذا دعت رئاسة البرلمان لها مبينا أن الأسبوعين المقبلين هما أقصى مدة لعرض كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في غضون ذلك أكدت كتلة سايرون إن إصرار القوى الأساسية رافضة للمكلف تشكيلة حكومة عدنان الزرفي سيجعله يواجه صعوبة في إقناع بقية الشركاء في العملية السياسية نواب عن التحالف أشاروي لأن بعض القوى الرافضة لتكليف الزرفي تشدد على ضرورة الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع القوى السياسية الشيعية لافتين إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في إثبات قدرة الزرفي على إقناع القوى السياسية الأخرى لتمرير كابينته الوزرية وبالعودة إلى ملف إصابات العراقيين في الخارج ينضم معنا المتحدث باسم وزارة الخارجية دكتور أحمد الصحاف دكتور أحمد ورحب بك في نشرة أخبار الفلوجة كيف هي متابعات وزارة الخارجية لحالات العراقيين وما هي سبل مساعدته تحية وتقدير لحضراتكم وجمهوركم الكريم وزارة الخارجية العراقية ومنذ بدء تشكيل خلية العزمة الوزارية ببغداد قامت بمجموعة من الإجراءات على مستوى سفارات جمهورية العراق وبعثاته في الخارج حيث وجه سيد وزير الخارجية محمد علي الحكيم جميع سفارات العراق وبعثاته بالخارج بالمبادرة بتشكيل خلايا عزمة والإعلان عن أرقام ساخنة وتطبيقات الرقمية وتلقي المناشدات والطلبات عبر المواقع الرسمية والحسابات الرقمية للسفارات العراقية والبعثات في الخارج وفوراً وفوراً بالفعل بدأنا نتلقى عشرات المناشدات والطلبات للمسافرين العراقيين ممن سافروا خلال التسعين يوم الماضية من الأراضي العراقية وننسق كل هذه المواقف من خلال خلية الأزمة الوزارية لتحقيق استجابة سريعة وممكنة لعادة العراقيين إلى بغداد عفواً دكتور هل واجب خلايا الأزمة المشكلة في السفارات بموجب توصية معالي وزير الخارجية تقتصر على مساعدة العراقيين في العودة من هناك سبل أخرى لعونهم بالتأكيد هناك إجراءات أخرى ربما بطابع إنساني وطابع خدري تقدمها الكوادر الدبنماسية للسفارات للوحسات العراقية بالخارج فقد أعلمنا عن توزيع يقرب 12 طن من المواد المهمة على أكثر من ألف عائلة من العوائل المقيمين في المملكة الأردنية العاشمية وكذلك هناك متابعات من السفارات العراقية والبعثات لأحوال الجالية لا سيما المطابين منهم في تلك البلدان عن سلامة ومنان عن أحوالهم العمل جاري حسيس وعاجل للتنسيق مع الجهات الوطنية من خلال خلية الأزمة لإعادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من المسافرين خلال التسعين يوم الماضي إلى الأراضي العراقية وبالفعل تكللت مساعينا بالنجاح حيث أعدنا أكثر من 750 مواطن عراقي عذراً لرداءة الصوت الدكتور أحمد مع الأسف يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال شكراً جزيلاً الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية كان معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة بالعودة إلى المائف السياسي تحديات عدة تقف أمام رئيس الوزراء المكلف عدن الزرفي في تفاوت دعمه بين القوى السياسية في مراهنة الكتل السياسية الكردية منحه الضوء الأخضر إلى مدى التزامه بالدستور وحل المشاكل العالقة مع اللقين بعد سراع طويل بين القوى السياسية استقرت بوصلة اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح على عدنان الزرفي لتكليفه بمهام تشكيل الحكومة المقبلة فبدأت تحركاته باكراً نحو تشكيلها فالحصول على دعم الكرد يرتبط بتمتيل سياسي في الحكومة الاتحادية في بغداد وضامناً لحقوق الإقليم الدستورية التوافق والشراكة والتوازن ما بني عليها العراق الدولة الفيدرالية الجديدة والمواد الموجودة في الدستور 2005 أي تجيها أو أي تشخص تكون خارج عن هذه القواعد الثابتة تكون خارج عن دعم إقليم كردستان وتكون خارجاً عن دعم أربيل وتكون خارجاً من دعم أكثرية العراقيين الذين صوتوا لهذا الدستور أكثر من 76% من ناخبين في العراق تحديات عديدة أمام الرئيس المكلف تكمن في الخلاف بين الأطراف الشيعية المتصدية لمهمة الاختيار معتبرة تكليف الزرف غير الدستوري فيما تنظر القوى الكردستانية من خلال برنامجه الحكومي الذي يلبي تطلعاتهم وفق قراءة مراقبون الحكومة الأقليم سوف تكون له دعم لو التزم بالمقاييس التي كاحترام الدستور واحترام الاستعقاقات البرلمانية للأكراد والسنة والشعة سوف يكون له أثر إيجابي لحل المشاكل للعراق ونأمل أنه يكون موفقاً في هذا الشيء التشكيل الوزارة يهم من يكونون في الوزارة هل إنهم حزبيين أو مستقلين أو قد نقول تكنوكرات عقبات تلو عقبات أمام الرئيس المكلف تتمثل في التواجد الأمريكي وتمرير الموازنة مع عقبة هبوط أسعار النفط وصولاً إلى كيفية التعامل مع انتشار وباء كورونا ثالث تكليف الرئيس للوزراء خلال دورة انتخابية واحدة ليبقى موقف الكرد مرهوناً بحل المشاكل العالقة ما بين بغدادة وأربيل والممتدة منذ عام 2003 وإلى الآن من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة معنا عبر اسكايب من أربيل الدكتور محمد القيسي أستاذ العلوم السياسية والباحث أيضاً في أشياء السياسية العراقي دكتور محمد القيسي كيف ترى فرص رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بنجاح تشكيل حكومته وفق تحديات رفضه وتحديداً من القوى السياسية الشيعية أو من أغلبها على الأقل نعم مساء الخير دكتور زيد العزيز تحياتي لك ولمشاهدي قناة الكرام حقيقة أنا أرى بالتواضع الشديد أنه نحن أمام نوع من الانفراج في بعض العقد التي كانت عصية على التفكك في الفترة الماضية فيما يتعلق بمقدرة السيد عدنان الزرفي على إيجاد حلول لها هناك نوع من الانفراج بدأ واضحاً للجميع لا سيمة تساقاً مع ظهور ملامح أولية لتفكك ما يسمى البيت الشيعي حضرتك تعلم والجميع أنه اتلاع في النصر بدأ موقفه واضحاً تماماً في منح فرصة ديستورية للسيد عدنان الزرفي كذلك التيار الصدري التيار سائرون حقيقة أيضاً موقفه واضح في هذا الاتجاه هناك مواقف مترددة نعم أعتقد في المرحلة المقبلة سترسي على موقف أيضاً ربما يكون نوعاً ما إيجابي وهو تيار الحكمة على أمل الحصول على ضمانات معينة من سيد عدنان الزرفي وحتى سيد المالكي قبل يومين لو شاهد حضرتك والجميع التغريدة التي أطلقها في موقعه الخاصة على تويتر بأنه نحن مع رأي الأغلبية ومع أيضاً اتجاه الفضاء السياسي في إشارة واضحة إلى الأخوة السنة والأخوة الكرد أيضاً ولكن عقبت دكتور محمد عقبت القوى السياسية ذات الأجنحة المسلحة ألا تعتقد بأنها العقبة الأصعب والأكثر تعقيداً على اعتبار أنها بالإمكان أن تناور في داخل مجلس النواب وتناور أيضاً في الميدان نعم هذا الشيء صحيح ولهذا قلت أنه لم يتبقى من المواقف الثابتة والراسخة بالرفض سوى كتلة تيار هذه العامري وهناك صعوبة كبيرة في تحول مواقف هذا تيار باتجاه نوع من المرونة للسيد عدن الزرفي ما لم يحصلوا على ضمانات موثوقة مئة بالمئة من هذا الرجل ونعتقد أن درجة الثقة بين الطرفان هي ليست على درجة كبيرة حقيقة يبقى ما أشرت إليه حظتك هو تساؤل مهم جداً تبقى بعض الكيانات المسلحة وجماعات المسلحة خارج نطاق الحجر الشعبي ومؤسس الحجر الشعبي وخارج نطاق الدولة والقانون ربما هي تشكل التهديد الوحيد أمام السيد عدن الزرفي حتى مسألة التحديات الاستراتيجية التي تجابه والأخرى حقيقة منها الأوبئة والاقتصاد وما شابه أنا أعتقد أن هذه التحديات ضمنياً تخدم السيد عدن الزرفي لأنه بوجود مثل هكذا تحديات استراتيجية كبيرة وبدأ لاحظت اليوم أمام حكومة كاملة لاحظت اليوم أن السيد عدن الزرفي بدأ يغرد ويكشف عن رؤاها السياسية في قضايا لها علاقة بأزمات المواطن وعلى مساس مباشر فيما يتعلق بكورونا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية ماذا عن الكرد وهم دائماً بيضة القبان في اختيار رئيس الوزراء أو نجاحه في تمرير وزارته نعم التحارف الكردستاني واضح هنا بكتلتين الفارتي واليكتي حقيقة مواقفة مواضحة هي مدى تلك المرونة التي يبديها أي رئيس وزراء مكلف تشكيل حكومة سواء كان عدن الزرفي والآخرين من مواضيع مهمة يعني بالغة الأهمية والأثر لهم على سمثال موضوع الدستور احترام الدستور وعدم طلع لتغيير بعض المواد المهمة فيه كذلك مواضيع حل بعض الأزمات العالقة ما بين الأقليم وأربيل وبغداد منها مسألة الموازنة مسألة وضع كركوك حقيقة والحكومة الإدارية فيه كذلك مسألة رواتب قوات البيشمرقة لديهم إذن من مجمل هذه الأمور أي شخص يستطيع أو ينجح في زرع تطمينات لدى الجانب الكردستاني حول هذه الأمور أنا أعتقد بأنه سيحظى بغرين لايت من الكتلة الكردستانية ولن يكون لديها اعتراض عليه وأنا أعتقد أيضا هنا بأن السيد عداني الزرفي سينجح في احتواء الكتلة الكردستانية لكن العقبة الكبيرة سيواجهها مع تيار هذه العامري بالمجمل أنا أستطيع أن أؤكد بأنه بعض الأمور يعني بعض التحديات سيعمل السيد عداني الزرفي على تحويل تلك التحديات إلى فرص من ضمنها ما يتعلق بمسائل الوضع الاقتصادي المتداهول إلى حد ما مواضيع انتشار كورونا ولو نشاهد نقطة مهمة جدا هنا دكتور زيد العزيز أن السيد عداني الزرفي نعم بدأ لقاءات مكثفة مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وكذلك مع سفراء الشيء المهم أنه الرجل بدأ وكان واثقا من أنه سيمرر في الفرلمان وبأنه هو فعلا رئيس الوزراء المقبل في المرحلة المقبلة لرئاسة مجلس الوزراء في العراق شكرا جزيلا الدكتور محمد القيسي وساذ العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من أربيل الأخبار مستمرة وفي آخر المستجدات العسكرية على الساحة العراقية أعلن التحالف الدولي مغادرته قاعدة كيوان في محافظة كاركوك وتسليمها للقوات العراقية وأكد التحالف الدولي في بيان إن عملية الانسحاب من القاعدة الجوية تم التخطيط لها مسبقا وليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف أو الوضع الراهن لوباء كورونا في العراق وأضاف التحالف أن عملية تسليم قاعدة كيوان إلى القوات العراقية تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية بعد النجاحات التي حققتها القوات الأمنية العراقية وأعلن التحالف الدولي في بيانه أيضا إيقاف عمليات التدريب بشكل مؤقت في إجراءات احترازية من فيروس كورونا وقال التحالف إن قوة المهام المشتركة ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وسيستمر بتقديم المشورة في العمليات ضد داعش مبينا أن قوات التحالف ستعمل من مواقع أقل ولكنها ستواصل التزامها بدعم القوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابية أثناء ذلك كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية استعداد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لنشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت في العراق في غضون أسبوعين وقالت الصحيفة إن البنتاجون تستعد لنشر موعدات دفاع جوي جديدة تشمل بطاريات صواريخ باتريوت خلال الأسبوعين المقبلين وذلك ضمن جهود واشنطن في حماية قواتها الموجودة في القواعد العسكرية العراقية بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي أودت بحياة جنديين أمريكيين في القصف الأخير على قاعدة التاجي شمال بغداد بدوره أعلن الجيش الألماني أنه سيسحب جزء من جنوده في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا وأوضح الجيش الألماني أن عملية نقل الجنود الألمان غير الضروريين للعملية الأساسية في العراق بدأت بالفعل مبينا أن بعض جنود قد وصلوا إلى ألمانيا بالفعل وفي السياق أعلن الجيش الفنلندي أنه سيسحب غالبية قواته البالغ عددها خمسين ضابطا ومستشارا عسكريا مبينا أنه سيخضع أو سيخضع القوة المنسحبة بشكل مباشر لإجراءات الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي الأنبار وفي خطوة تدل على مدى تلاحم الاجتماعي أقدم منتسب في صفوف القوات الأمنية بالتبرع براتبه كاملا لدعم الأسر المحتاجة في ظل استمرار قرار حظر التجوال صاحب المبادرة وهو منتسب في الفوج التكتيك الخاص في قيادة شرطة الأنبار أكد أن مبادرته جاءت بعد توقف أعمال العديد من العوائل الفقيرة التي كانت تعتمد على الأجر اليومي لا في تني لأن العديد من المواطنين تضرروا نتيجة قرار حظر التجوال في مدن الأنبار والعراق بشكل نعم اليوم أحد منتسبي أبطال الفوج التكتيك الخاص طبعا هذا الفوج كانت إلى بصمة كبيرة في تحرير المدن واليوم نشوف إلى بصمة كبيرة بمساعدة المواطنين من خلال قناتكم أقدم شكري وتقديري لهذا المنتسب صراحة طبعا هذا المنتسب يتبرع بكامل راتبة من أجل مساعدة العوائل المتعففة في مدينة الفلوجة وهذا موجود على قيادة شرطة الأنبار ومنتسبين قيادة شرطة الأنبار أنا أحد المنتسبين تابع قيادة شرطة الأنبار فوج التكتيك الخاص بادرت بتبرع براتب كامل إلى العوائل المتعففة في مدينة الفلوجة لكون هذه الظروف الحرجة وعلى ضو التوجيهات من قيادة شرطة الأنبار ولليوم الثالث على التوالي وضمن المبادرات الإنسانية والإغاثية التي أطلقها المشروع العربي في العراق بتزامن مع تفشي فيروس كورونا وحضرة جوال في أغلب محافظات البلاد تستمر كوادر المشروع العربي في محافظة ديالة بتوزيع الحصص الإغاثية على العوائل ذات الدخل المحدود ووجه الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر كوادر المشروع في محافظة ديالة بتوزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة في المحافظة وذلك ضمن مبادرة إغاثة العوائل المتضررة بسبب توقف أعمالها بعد فرض حظر التجوال ودعم تلك العوائل على الصمود في مواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ونبقى في ديالة وفي خطوة تدل على الوعي المتنامي لدى أهالي محافظة ديالة أكدت القوات الأمنية في المحافظة أن المواطنين التزموا بقرار حضر التجوال بنسبة مائة بالمئة خاصة في تسجيل المحافظة لحالتي إصابة التفاصيل أكثر عما يجل الآن في مدن ديالة مع مراسلنا من هناك عمر العضي اليوم في ديالة حضر التجوال يطبق بشكل مضبوط لأول مرة منذ أعلان حضر التجوال بالعراق اليوم لا يوجد أي شخص يمكن أن يطلع بعد الإجراءات المتبعة من الأجهزة الأمنية وخلية الأزمة إجراءات صارمة جدا لحفظ أهالي محافظة ديالة قبل أيام كان هناك كسر لحضر التجوال من قبل الأهالي ومن قبل بعض الناس اللي يطلعون بحجة التسوق وبحجة التنقل اليوم الإجراءات كلش صارمة ما سمحوا لأي شخص فقط للحالات الطارئة والضرورية اللي سمحوا لهم بالخروج ومن ثم الرجوع للمنزل الإحصائيات في ديالة سجلت حالة ليلة أمس اليوم في ديالة فقط حالتين مصابة بفيروس كورونا شخص قبل أربعة أيام انصاب بالإضافة إلى شخص آخر في مركز المحافظة في مدينة بحقوبة انصاب شخص يبلغ من العمر 65 عام ويعاني أيضا من أمراض مزمنة اليوم في ديالة الإجراءات كانت مهمة بالنسبة للأهالي بحسب المصادر الطبية حتى لا ينتشر الوباء في مدينة بحقوبة كان هذا الإجراء أنه لا يسمحون لأي شخص بالخروج ومن ثم العودة نحن نلاحظ الالتزام أيضا من قبل الأهالي اللي كانوا يخرجون يوم أمس يطلعون من البيت يرجعون اليوم لا اليوم التزموا بشكل مباشر حتى لا ينتشر الفيروس في قضاء بلد روس سجلت حالة وفي مركز المحافظة أيضا سجلت حالة أغلب الشوارع قطعت بالصبات أشخاص اللي تم ملامستهم من قبل المصابين الحمد لله لم يتم تزجيل فيهم أي أصابة وغلبها أتت سلبية يعني محافظة ديالة فقط حالتين مسجلة لحد هذه اللحظة من محافظة ديالة أمر العبيدي قناة الفلوجة ونسأل الله السلامة للجميع نشرتنا مستمرة وفيها بعضنا وباء كورونا يزداد شراسة حول العالم أكثر من ثلاثين ألف حالة وفات وحصيلة الإصابات تتجاوز نصف مليون شخص أدى انتشار وباء كورونا إلى وفاة أكثر من ثلاثين ألفا حول العالم فيما سجلت أوروبا أكثر من ثلاثين الوفيات وأكدت الإحصائية العالمية تسجيل واحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربع وثلاثين حالة وفات في أوروبا حيث كانت إيطاليا الأكثر تضررا وأصلت وفية كورونا فيها إلى عشرة آلاف وثلاث وعشرين حالة تليها إسبانيا بخمسة آلاف وستمائة وتسعين حالة والصين بثلاثة آلاف ومائتين وخمس وتسعين حالة التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في كانون الأول من العام الماضي وأعلنت الإحصائية العالمية تسجيل أكثر من ستمائة وسبعين ألف إصابة على الأقل حول العالم منذ بدء تفشي جائحة كورونا إلى ذلك مددت الحكومة البريطانية العزلة التام ثلاثة أسابيع بعد تسجيل أكثر من مائتي حالة وفات جديدة بفيروس كورونا لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء ألفا ومائتين وثمانية وعشرين شخصا وعفاد الصحيفة The Sun البريطانية بإصابة أحد الخادمين لدى الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا الأمر الذي أثار المخاوف داخل الأوساط الملكية وسط تفشي عفوا الوباء في البلاد في إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني كيانوش جهنبور وفات بئة وثلاثة وعشرين شخصا وتسجيل أكثر من ألفين وتسعمائة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مبينا أن العدد الكلي للإصابات بلغ ثمانية وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسع إصابات وإجمال وفيات كورونا إلى ألفين وستمائة وأربعين حالة فيما بلغت حالة الشفاء أكثر من اثني عشر ألف حالة سجلنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفات مائة وثلاثة وعشرين شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى ألفين وستمائة وأربعين حالة فيما سجلنا أيضا إصابة أكثر من ألفين وتسعمائة شخصا بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ثمانية وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسع إصابات ختام هذه النشرة مشاهدين كرام نذكركم بأبرز عنوين حصيلة كورونا ترتفع إلى أكثر من خمسمائة وأربعين إصابة في العراق والفيروس يلاحق عراقي الخارج ويودي بحياة اثنين ويصيب أكثر من خمسين كسر حظرة جوال أكثر من الوباء جهات أمنية وصحية تدعو لالتزام المنازل وتحذيرات من تحول بغداد إلى ووهانة جديدة بعد القائم والغيارة التحالف الدولي ينسحب من قاعدة كيوان في كاركوك ويؤكد لا علاقة للهجمات الصاروخية أو وباء كورونا بقرار الانسحاب جهد شعبي يوفر الأمن الغذائي العراقيون يرسمون أبهى صور التلاحم في زمن كورونا يوصلون المواد الغذائية للمتعاففين في مختلف المحافظات نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدين الكرام نذكركم كالمعتاد بزيارة الفلوجي دو تيفي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته